طيب القوات احنا شفنا الاشتعال الحال او الوضع في البحر الاحمر وقيام امريكا انها قالت ان احنا بنعمل قوات اسمها حماية حالة الازدهار او حارس الازدهار ناسا حارس الازدهار في البحر الاحمر وطلبت من دول اللي هي اللي بتطلع البحر الاحمر انها تدخل طبعا الدول دي ومنها مصر رفضت لكن في دول تانية قبلت معها عشر دول منهم دولة عربية ابراهيمية صغيرة لا تطلع على البحر الاحمر طيب هما بيعملوا الكلام ده ليه هل اتلانتك كونسل قال سؤال مهم قوي هل وجود هذه القوات هيمنع اشتعال او يعني هيمنع ضرب اليمن وضرب الحوسي وحماية السفن ولا هيشعل جبهة اخرى في القتال وقد تؤدي هذه الجبهة الى نقطتين ان هما باب المندب يتقفل والحديث عن نقطة تانية هورمز ومضيق هورمز هما قد يحدث فيه من تبعات طبعا الكلام ده كلام خطير لان الكلام ده يمثل امن القوامين مصري لان احنا في المقابل لقدر الله اذا تم اغلاق باب المندب قناة السويس هيبقى عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا وخصوصا ان احنا شفنا ان حاملات كتيرة وشاحنات كتيرة ومراكب كتيرة غيرت الرحلة بتاعتها وبدأت تروح لطريق رأس الرجاء الصالح المشكلة كمان ان بدأوا يتكلموا المراكز دلوقتي ان ما يحدث في البحر الاحمر ده هيؤدي الى كرسة على الاقتصاد العالمي لان 12% من التجارة العالمية بتمر في البحر الاحمر طبعا ويعني اكتر من 30% من الشاحنات العملاقة بتمر فيه وبدأت دلوقتي الدنيا ايه تختلف اصعار الشحن بقى اعلى لان كمان تكلفة التأمين بقى مرتفعة الوقود بقى مرتفعة التشغيل بقى مرتفع تأخير البضايع وبقى عند حضرتك بقى دي بعقود بقى لها طويق يعني بقى لها سنين العقود دي ده معناه ان المصدر والمستورد والصاحب المنتج النهائي ده كل دول بيتفعوا غرامات فده معناه ان بدأت الدنيا تشتعل حتى هما بيقولوا صحيح ان الحرب على غزة ما اثرتش في اسعار النفط لكن اسعار النفط هتزيد بالسبب بحر الاحمر عشان خاطر نقلات النفط وتأخيرها طيب فهنا دي مشكلة كبيرة جدا وجود امريكا جوه البحر الاحمر هو انتي ده انتي مش موجودة علشان خاطر تحمي السفن وده اللي قالته اتلانتك كونسل انتي موجودة ليه قلق ده بالمندب لإقامة الممر الاقتصادي لان الممر الاقتصادي هو موازي لقناة السويس النحة التانية الممر الاقتصادي صحيح هو حتى الان لم يعني يتم البدء فيه بيكابونيا تحتية ولكن عملوش ممر الهند ممر الهند لان ده مشروع امريكي الممر ده دلوقتي بدأ فعلا يشتغل في اطار شكل بداية بدأت فعلا بعض الاحسيرات النقل العملاقة بتمشي من الدولتين الابراهاميتين اللي عبتطل على الخليج وتروح لغاية حيفة وتمد اسرائيل بالمؤن لان اسرائيل عندها مشكلة في المخزون السلعي طيب الكلام ده معناه ايه هل هي جس نبض ليه هنشوف بعد كده ده اللي ممكن يحصل وان ده يشجع البنية التحتية في قطار السلام والممر الاقتصادي اللي تتكلموا عليه بمقابل ده ده يمثل الامن القومي المصري يعني اقول لحضرتك مثلا مع درسات الامن القومي في اسرائيل عمل تقدير موقف بيكلم عن نتاج الانتخابات عندنا فقال ان رئيس السيسي قدامه تحديين تحدي احنا عارفينه كلنا اللي هو الاصلاح الاقتصادي لكن التحدي الاجبر واللي هيأثر على الاصلاح الاقتصادي البحر الاحمر وازاي ان احنا نقدر نغطي اي نقص في عوائد قناة السويس وده فعلا لان ده احنا بيجينا العملة الصعبة بيجينا من السويس وبعدين حريك لو بسيط بشكل كلي على المنطقة ككل السياحة تأثرت بسبب الجنون الاسرائيلي الاستثمارات الاجنبية تأثرت بسبب المنطقة غير مستقيرة المخزون السلعي مع الوقت برضو بدأ يتأثر اصعار النفط اللي بنتكلم هو كمان على البحر الاحمر يعني التجارة العالمية يعني احنا بنتكلم هنا ان كل ده بسبب اسرائيل طب ما ده هيعملين احنا مشكلة كمان فيه بند الاصلاح الاقتصادي وعندنا قروض الدين طب وخدمة الدين طب هنعمل ايه فهنا دي كلها اشكالية طرحها مع درسات الامن القومي امام صنع القرار المصري بعد فوزور في انتخابات وطبعا يعني امريكا انا متأكدة ان وجودها وان القوة الغريبة دي هي دي بداية الى اشعال حكتين الحديث عن ناتو عربي وهي فكرة سابقة طبعا ورفضوها في قمة جدة رجعوا تاني بقى دلوقتي بشكل عملي العملي اسرائيل موجودة وامريكا ومعها عشر دول منهم دولة ابراهيمية صغيرة طيب الناتو العربي ده وبدأوا يتكلموا عن خطر مين الحوسي طب الحل ايه الحل هنا بقى هنتكلم ناتو عربي الناتو العربي ده هيتكلم مع القاعدة العسكرية اللي هتبقى في غزة لقدر الله هيبقى موجود الكلام ده برضو مع احياء الممر الاقتصادي اللي هو المشروع الامريكي اللي هي مشروعات الربط اللي هي في اطار النظام الاقليمي الجديد في المنطقة كلام ده طبعا فونتها الخطورة وهي مثل امن قومي المصري قبل اي حاجة تاني وايضا العربي بس اذا كانوا هم يعوا ذلك طيب الحل ايه في اكتر من حاجة يعني نتكلم عليه قبل ما ندخل على الاحداث في غزة ومستقبل اتفاة ابراهام بالنسبة للجزء الخاص بالجزء الاقتصادي وطبعا عواقق قناة السويس اللي هي احنا مش في قدينا ان احنا نزود او نقلل خلاص احنا يعني جيفري ساكس ده خبير في البنك الدولي عمل كتاب اسمه End of Poverty الكتاب ده بيكلم عن تجربة 15 دولة كان عندها ديون واخد ديون وقروض من البنك الدولي ولكن بسبب الاوضاع اللي كانت خرجة عنها بدأت انها تتفاوض مع البنك الدولي انها تقلل العباء الدين وفوائد الدين وانها تعمل نوع من الجدولة وفعلا عرض التجارب دي انا اتمنى من المختصين المسكين هذا الملف دراسة هذا الكتاب بقوة وبعمق والحديث عن مطالبة البنك الدولي بالمعاملة بالمثل وده جزء من القانون الدولي بيسمح لنا به احنا نطالب المعاملة بالمثل طيب الجزء التاني بقى واحنا بنتكلم هنا عن المنطقة طبعا مع الدرسات الامن القومي طرح حل وهو بيكلم عن خطر بالنسبة له الحل ايه احنا عندنا دولة عربية دخلة في قوة تهدد الامن القومي العربي قال ان الحل هو اسلامي ان روسيا بتراهن هي وصين على القوة الاسلامية الدول الاسلامية اللي منها دول عربية بس مش كلها عربية وان الدول الاسلامية دي لابد ان تسعد كقطب جديد وان صعودها كقطب قوة وانها تم اتفاقها في المواقف هيؤدي ذلك الى سرعة تغير النظام الدولي بقى نظام مكتمل اسلامية كمتعددية قطبية فهم بيرهنوا ان الدول الاسلامية دي تبقى قطب طب انا عارفة دلوقتي ان انا عندي مشكلة في دول ليها مصالح فهي اكمال ممر الهند اللي هم ممر الاقتصادي وده هيأثر على مصالحنا احنا كمصر الحل هنا ايه الحل هنا انا اتوجه الى الدول الاسلامية اللي ممكن بيه فيه نوع متقارب في المواقف بيني وبينها وخصوصا في المواقف الخاصة بالقضية الفلسطينية وده ممكن هيحفز بشكل اخر بعد كده الدول العربية اللي هي مصالحها مختلفة معايا انها تعرف ان القوة وان التقارب والمصلحة هي عربية عربية وعربية اسلامية وليست نيتو امريكي عربي جديد طيب الكلام ده طبعا يعني هل ده يعني احنا نشايفينه بعيد عن اتفاقات ابراهام لا طبعا هو جزء رئيسي من اتفاقات ابراهام الناتو العربي هو بدايته القوات الامريكية الدولية التي بدأت بالفعل احنا شفنا ان اسرائيل دخلت مقاتلة ساعة 6 وامريكا دخلت مقاتلة امريكية ويعني البقية تأتي معهم عشر دول وكل يوم في دول بتعلن انضمامها الى هذه القوات طيب وطبعا هنا بدأنا نتكلم طب هل هم فعلا الحوسي هيسكت ولا هتبقى بقى عندنا حرب مشتعلة مش مجرد لو يعني لو فعلا نجح السنوار وانه يوقف الحرب وقال في المفاوضات الكل مقابل الكل ووقفت هل هيقف الحديث عن تحت بقى وباب المندة بيتفتح؟ لا لا هتعملوا هذه القوات هتشعل حرب الحرب دي لان ترتبط باستمرار الحرب في غازل الحرب دي هي امريكية بالاساس للحديث عن منور الاقتصاد اللي هو لازم يكون بديل لأي طرق تانية طيب طبعا دي جزء من اتفاقات ابراهام ليه اتفاقات ابراهام؟ لان هم دلوقتي بدأوا يعني مراكز الفاكرة الغربية بدأت تقول من اول بداية الحرب هل اتفاقات ابراهام ستم القضاء عليها؟ وخصوصا ان اسرائيل اللي كانت طلع في هذه الاتفاقات في اطالة الاخوة الانسانية ولا الاسرة الابراهيمية الواحدة والتسامح وان احنا كل ده منحب بعض لأ بدأت بين وجهها القميء البشع الدموي الشرس بدأت الشرع العربي والاسلامي والدولي يلفزها وعرفنا قديه يعني كان دموي فبدأت هنا تتكلم عن اكتر من حاجة واكتر من مشاهدة في هذا السياق عشان نقدر نقول على مستقبل اتفاقات ابراهام اولا الدولة الابراهيمية الاولى اللي هي في الخليج الدولة دي يعني موضوع يتوقف على دورها طيب دورها قالوا ان الفترة اللي فاتت لا اثبتت فعلا بقوة انها مع اتفاقات ابراهيم بعتت طيارات دا قالتوا جوريزلين بوست طيارات دخلت وضربت بعتت مؤخرا عربيات للنقل بعتت برضو يعني نوع من الدعم الدولة التانية دخلت دلوقتي برضو شغلت عربيات لنقل السلع الى اسرائيل وفي نفس الوقت دخلت فيه قوات اللي هي تبقى موجودة في البحر الاحمر طيب الكلام دا بيقولوا بقى هنا ايه دا معناهم دولتين دول اثباتوا ولا طيب بالنسبة الاتفاقيات التانية والتواصع في هذه الاتفاقيات قالوا ان وجود مثل هذه القوات هي النواة انها تشجع دول تانية انها تدخل بعد ما نتكلم هنا عن ايه اشعال الحرب ضد ازرع ايران في المنطقة ويبدأ برضو الهاجس هنا شيعي وليس اسرائيلي وشيعي دا لان احنا منتكلم هنا عن ايه بقى مشاكل اللي علاقة بحركة التجارة الدولية ونبتد ننقل الانظار بدل ما هو صراع عربي اسرائيلي هيبقى صراع سني شيعي وتكون نجحة اسرائيل في اللي كان بتقوله قبل حرب 7 اكتوبر انها مش عاجبها التقارب بين السعودية وايران وان لابد ان يكون المحور سني اسرائيلي وليس سني شيء طيب خلينا نتكلم الدكتورة عن مصير اتفاقات السلام في ضوء ما يجرى الان انت تتابعين ما يجرى بين مصر واسرائيل واسرائيل تحاول ان تضع قوات على محور في الهدفية ايضا بين الحين والاخر تضرب مناطق قريبة من الحدود المصرية نسمع تصريحات معادية لمصر معادية حتى لاتفاقيات التسوية الموقعة سنة 78 وسنة 79 مصار ومآلات هذا الصراع الى اين طبعا هي اسرائيل بين الحين والاخر تستفز القيادة المصرية وشوفنا انها بدأت تضرب يعني مرة ضربت في الداخل وقالت احنا بنعتذر وبعد كده بدأت تضرب محور في الهدفية وعلى حدود المصرية وانها بتحاول تستفز بشكل او اخر ويتمارس ضغوط من الجانب الاوروبي والامريكي علشان نقبل بمخاططات التهجير علشان نقبل بمخاططات التهجير